بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولا هم بعد اللهم اغفر لنا ولوالدين والشيخين والمسلمين قال المؤلف رحمه الله وتعالى مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عليه السلام داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد ففي هذه المسألة والتي قبلها والتي بعدها بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عموم غير اللفظ أي عموم المعاني التي ترد في غير اللفظ وتقدم معنا عموم ما يتعلق بالمضمرات ثم الحديث في هذه المسألة عن عموم الأفعال ثم سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأنواع أخر من العموم وهو عموم المفهوم بمشيئة الله عز وجل هذه المسألة التي أوردها المصنف من المسائل التي يكثر استدلال الفقهاء رحمهم الله تعالى بقاعدتها وهذه المسألة التي تسمى بعموم الأفعال هل للأفعال عموم أم ليس لها عموم ولذلك تجد كثيراً في كتب شراح الحديث وفي كتب الفقه عندما يردون حديثاً ويرون أن هذا الحديث حجته قاصرة على صورة دون ما عداها يعبرون عن هذا الحديث بأنه واقعة عين لا عموم لها فإذا قالوا إن هذا واقعة عين لا عموم له فمحل بحثه في كتب الأصول هي مسألتنا وهي مسألة عموم الفعل وقبل أن نتكلم عن مسألة عموم الفعل لابد أن ننتبه أن المصنف تناولها من أكثر من جهة وفي أكثر من موضع ففي أول المسائل هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عموم الفعل لأقسامه وجهاته عمومه لأقسامه وجهاته وهذه التي سنتكلم عنها في هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل ثم إن المصنف بعد ذلك أورد مسألة تابعة لها وهو عموم الفعل لعموم الأزمنة وهذه التي سيتكلم عنها المصنف في قوله قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا هل قوله كان يدل على الاستمرار أم لا واستأتنا إن شاء الله بعدها بقليل النوع الثالث من العموم عموم الأفعال لسائر الأمة إذن الأول العموم للأقسام والجهات الثاني العموم للأزمنة وهاتان المسألتان موردتان في هذه المسألة والثالثة العموم للأفراد فيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم سائر الأمة وهذه أوردها المصنف في مسألة مستقلة حينما تكلم فقال حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى لأمته وستأتنا إن شاء الله في درس اليوم أول جملة أوردها المصنف وهي قوله الفعل الواقع قول المصنف الفعل الواقع المراد بالفعل فعلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الذي يكون سببا لقوله صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فإذا حدث منه فعل عليه الصلاة والسلام هل نقول إن هذا الفعل عام كما سيضرب المصنف له أمثلة أو حدث فعل من صحابي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو أذن له به بلفظ فهل نقول إن هذا الفعل يعم الجهات والأقسام أم لا إذن يهمنا هنا أن نعرف ما المراد بالفعل ليس فعل المطلق الآدميين وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو دليل وفعل الصحابي إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن له به فإنه يكون سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون قوله حينئذ وإقراره واقعة عين أم هو عام وقول المصنف رحمه الله تعالى لا يعم أقسامه وجهاته هذه تدلنا على البحث الأول وهو عموم الفعل لأقسامه وجهاته وقد أورد المصنف مثالا للأقسام وأورث مثالا للجهات فبدأ بمثال الجهات ثم بدأ بمثال الأقسام فمن أمثلة الجهات أو الأقسام كذلك صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة فقد فعلها فدل على صحتها فهل نقول كل صلاة تصلى داخل الكعبة تكون صحيحة سواء كانت فريضة أو نافلة هذا هو عموم أقسام الصلوات كذلك قوله أو قول الراوي كما سيأتينا بعد قليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفق هناك شفقان أو ثلاثة أحمر وأبيض وقيل أحمر وأصفر وأبيض فهل يكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفقين أو بعد الأشفاق الثلاثة أم أنه بعد أحدها فهذان المثالان الذي أوردهم والمصنف والذي بعده وهو الجنب بين الصلاتين كلها تدل على الأنواع والأقسام القول الأول الذي أورده المصنف وهو الذي جزم به وهو أنه لا يعم الأقسام ولا الجهات وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وممن جزم به ابن هبيرة فقد قال في رسالته في الأصول لا يعم شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل ومراد ابن هبيرة لا يعم باعتبار الأقسام والجهات لا باعتبار الأفراد وممن نص عليه وجزم به ابن مفلح والزركشي والبرهان ابن مفلح الحفيد وكثيرا من أصحاب إمام أحمد نصوا على ذلك وجزموا به جزما تاما ومن الأمثلة التي أوردها المصنف نأخذها بالاستدلال ثم نأخذ أمثلة أخرى أوردها عدد من فقهاء أصحاب الإمام أحمد المثال الأول الذي أورده المصنف على أن الفعل لا يعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى داخل الكعبة كما في حديث ابن عمر وغيره قال المصنف فلا يعم الفرض والنفل لأن هذا الفعل منه صادق على النفل فلا نقول إنه يدل على كل صلاة تصلى فإنها تجوز في الكعبة فلا يجوز الصلاة في داخل الكعبة إلا في النفل فعملنا به في مورد النص وليس النص دالا على الفريضة وإنما الدلالة عليها بالقياس والقياس هنا غير مقبول لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ولمصادمة القرآن فإن ظاهر القرآن يجب استقبال الكعبة كلها في الفريضة وإنما جاز استقبال بعضها في النافلة دون الفريضة ولذا فلا يصح صلاة الفريضة في داخل الكعبة وقد جاء حديث يؤيد ذلك المثال الثاني ما نقله المصنف قال وقول الراوي ومراده بالراوي هنا بريدة رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري هو قول بريدة وقول أبي موسى وقول بن عباس وغيرهم إذ هذا الحديث جاء من طريق جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبر بقوله الراوي قال وقول الراوي صلى عليه السلام بعد الشفق هذا اللفظ الذي نقله المصنف جاء بنحوه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام العشاء حين غاب الشفق أي بعد غياب الشفق فقوله صلى أي صلى العشاء بعد الشفق تكلم أهل العلم عن الشفق وقالوا إن الشفق الذي يأتي بعد غروب الشمس قيل إنه شفقان أحمر وأبيض والشفق الأحمر يغيب بعد قبل الشفق الأبيض وقيل إنها ثلاثة أحمر وأصفر وأبيض وعلى العموم فإن العلماء يقولون إن المراد بالحديث ليس عموم الشفق وإنما هو لأحد المراد منها وهو الشفق الأحمر دون ما عده فيحمل قوله صلى بعد الشفق أي بعد غياب الشفق الأحمر وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة ونقل القدور في التجريد أن أبا حنيفة استدل بعكس هذه القاعدة فإن أبا حنيفة يرى أن صلاة العشاء تكون بعد غياب الشفق الأبيض قال القدور وقد روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعدما غاب الشفق والألف واللام للجنس فيقتضي البياضة والحمرة معا فلا بد من غياب الاثنين فحينئذ يتأخر عنه وهذا الذي استدل به أبو حنيفة وإن كان المصنف لم يذكر خلاف أبي حنيفة في عموم الفعل ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى إيرادا فقال إلا عند من حمل المشترك على معنيه أي أنه يمكن أن يكون الشخص يرى أنه لا عموم للفعل لكن اللفظ المشترك يحمل على معنيه معا وهذا الذي قدمه المصنف وقلنا إن عليه أغلب فقهاء مذهب الإمام أحمد وبناء على ذلك فيقولون إن الشفق يدل على الشفقين الأبيض والأحمر معا لكنه قد دل الدليل الخارجي على أن المراد بالحديث الشفق الأحمر للأبيض ومن الأدلة قبل أن نرد المصنف أو من الأمثلة التي أوردها فقهاء الحنابلة على هذه القاعدة في أن عموم الفعل أن الفعل لا عموم له كثير من الأحاديث التي وردت من ذلك ما جاء أن أم حبيبة رضي الله عنها وحمنا رضي الله عنها كان يطأهما أزواجهما وهن مستحاضات وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فدل ذلك على أنه يجوز وطء المستحاضة وأنتم تعلمون أن المذهب أن المستحاضة وطءها محرم وليس جائزاً فأجاب فقهاء المذهب عن الحديث الذي ورد من وطء أمي حبيبة وحمنا أن هذا محمول على أحد الصور وهو عند خوف العنت والفعل لا عموم له فلا يدل على جواز الوطء مطلقاً جمعاً بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي يدل على منع المستحاضة كذلك من استدلالاتهم المسألة المشورة في قصة أبي بكرة رضي الله عنه لما صلى خلف الصف منفرداً ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة كما أن أبا بكرة رضي الله عنه تحرك حركة كثيرة في الصلاة حينما دخل في الصف الأول فجمع أمرين هما على قاعدة أهل العلم تجعلان صلاة باطلة كل واحد من الأمرين تجعل الصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للفذ خلف الصف فبما يجاب عن حديث أبي بكرة رضي الله عنه أجاب عنه بعض أهل العلم فقائمة ذهب الإمام أحمد وهو ابن القيم قال التحقيق أن حديث أبي بكرة هو واقعة عين لا عموم لها فلا تدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة بل نعمل بمنطوق الحديث ونقول إن هذا الفعل واقعة عين محتملة لأكثر من توجيه وكذلك كثير من الأحاديث التي وردت منها أن ماروي انثبت مع أن في إسنادهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقاد المسلم إذا قتل ذميا وأجاب فقهاء المذهب أنه إن صح هذا الحديث مع أن أحمد أنكره وقال إنه لا يثبت وقال إن هذا مما تفرد به ابن بيلماني ولا يثبت هذا الحديث لكن إن قل إن ثبت ذلك فإنه يكون واقعة عين وحكاية حال فلا يثبت فلا يثبت به الحكم الكل وإنما محمول على أنه قتل ذميا ثم أسلم بعد ذلك فيكون حينئذ مسلما ذكر ذلك الزركشي وعلى العموم فهذه من توجيهاتهم في الجمع بين الأحاديث الوالدة في الباب نعم وقوله كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتهما ولا سفر النسوك وغيره نعم قابل المصنف رحمه الله تعالى وقوله أي وقول الراوي وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو نص حديث عند الإمام أحمد بن حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء والظهر والعصر يقول المصنف لا يعم وقتهما أي فلا يعم أنه يجمعهما في وقت الأولى أو في وقت الآخرة أو أنه يجمعهما في آخر وقت الأولى وأول الثانية فليس عاما في جميع الأوقات ولذلك فإننا نقول ليس الأفضلية جمع التقديم ولا جمع التأخير وإنما يختلف من حال إلى حال ففي الحج على سبيل المثال الأفضل جمع التأخير حيث أخر النبي صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء وهكذا قال ولا سفر النسك لأنه عليه الصلاة والسلام في سفر النسك وهو في ميناء كان يقصر ولا يجمع فدل على أن هذا الحديث ليس عاما في كل سفر كان يجمع مطلقا قال وغيره أي ولا غيره من الأسفار فإن سفر المعصية كذلك لا يجمع له نعم وهل تكرر الجمع منه مبني على كان والذي ذكره القاضي وأصحابه أن كان لدوام الفعل وتكراره وذكر في الكفاية قولا لا يفيد التكرار نعم هذه القاعدة من القواعد المهمة التي كان العلماء يكثرون من الاستدلال فيها في شرح الأحاديث وهي مسألة إذا نقل الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فقوله كان هل تدل على مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء أم لا ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أمرين إما على الوجوب أو تدل على تأكيد الاستحباب حيث ثبت لنا أن ما فعله من دوب فالملازمة تدل على إما الوجوب أو على التأكيد وهذا معنى قوله وهل تكرر الجمع منه يعني أننا نستفيد أنه عليه الصلاة والسلام جمع الصلاة في أسفاره كلها كان مبنيا على كان أي على قول الراوي كان أم لا ذكر القول الأول وهو الذي ذكره القاضي وأصحابه أن كان لدوام الفعل وتكراره أغلب فقهاء مذهب الإمام أحمد يستدلون على استحباب الفعل ومداومة عليه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله وذكر المصنف أنه قول القاضي وأصحابه والقاضي كان يستدل بهذه القاعدة على مداومة الفعل وتكراره في الكثير جدا من المسائل سواء في كتاب الروايتين والوجهين أو في كتابه التعليقة وهم الكتابان الذاني طبعا له في الفقر وأضب لكم بعض الأمثلة التي قالها في التعليق في الاستدلال على المداومة من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلى سبيل المثال استدل بحديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر قال القاضي أبو يعلى وقوله كان يوتر يدل على دوام الفعل وتكراره فاستدل به على ملازمة هذا الفعل وأنه ليس لعارف فهو يكون فعلا محكما وليس رخصة لسبب أي حيث وجدت عليه المشقة وإنما كل سفر ولذلك سدل به على أن الصلاة على الراحلة يستحب أو مشروع في السفر القصير وفي السفر الطويل تعرفون أن عندنا سفرين عند فقهائنا يفرقون بين نوعين من السفر السفر القصير والسفر الطويل فالسفر الطويل هو الذي تجمع له الصلاة وتقصر الصلاة بينما السفر القصير لا تجمع له الصلاة ولا تقصر ولا يفطر في نهاية رمضان وإنما يجوز التنفل على الراحلة لغير القبلة إذا قصدت السفر القصير فالسفر الطويل هو ما كان أربعة برد والسفر القصير هو ما كان مسافة فرسخ هكذا ذكر فقهائنا رحمة الله عليه وإذن فإن قوله كان يوتر في السفر أي في كل سفر يوتر ولو كان قصيرا طيب من أمثلة أوردها القاضي في التعليقة ما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أخذ من ذلك أنه يستحب أن يقال في الوتر هذا الدعاء إضافة لحديث الحسن بن علي اللهم هديني في من هديت لأن قوله كان يدل على الملازمة بينما الحديث الحسن بن علي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يقوله في وتره وكلاهما مستحب من ما ذكره أيضا في التعليقة أن حديث أبي هرير رضي الله عنه وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الركوع استدل أو يقنط بعد الركوع استدل به القاضي على استحباب الوتر في رمضان كله لأنه جاء في القنوت أنا قلت كان يوتر بعد الركوع في القنوت نعم في القنوت بعد الركوع ليس قبل الركوع كان يقنط عليه الصلاة والسلام عفوا كان يقنط عليه الصلاة والسلام بعد الركوع استدل به على استحباب القنوت وهو الدعاء في الوتر لأنه جاء عن بعض السلف أنهم إنما كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان فقط وأما فقهاء المذة فاستحبوا القنوت في الوتر كله في رمضان وفي غيره وستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث حديث أبي هرير المتقدم وغير ذلك من المواضع الكثيرة منها أن يساء سلم كان إذا صعد المنبر سلم قال فيستحب المداومة عليه لأن يساء سلم داوم عليه وهكذا في عشرات المسائل هذا القول الأول ذكر أنه قول القاضي وقول أصحابه ممن نص عليه من أصحاب القاضي ابن عقيل وأبو الخطاب وذكره البعقوب في شرحه على العبادات الخمس فقد استدل بهذه القاعدة في موضع أو موضعين من كتابه شرح العبادات الخمس المطبوعة وذكره أيضا الشيخ تقي الدين واستدل به والموفق في المغني وبن أبي عمر وجزم به أيضا بن مفلح في الأداب الشرعية وذلك قلت لكم هذه القاعدة هي يستدل بها كثيرا فقهاء الحنابلة طبعا تكلم عنها بالدقيق العيد في حكام الإحكام ويرى أن هذه القاعدة ليست مضطردة ولكن فقهاء ماذا بن إمام أحمد يرون في غالب استخداماتهم أنها مضطردة نعم قال وذكر في الكفاية قولا أي قولا آخر لا يفيد التكرار صاحب الكفاية هو القاضي أبو يعلى فقد أطلق في الكفاية قولين أنها تفيد التكرار وقول أنها لا تفيد التكرار ولم يرجح واحدا من القولين فقوله وذكر أي ذكر قولا من غير ترجيح وجزم به إذ القاضي جزم في أغلب كتبه بالقول الأول وقد أطلق الخلاف كذلك غير صاحب الكفاية أبو البركات المسودة فإنه أطلق الخلاف من غير ترجيح نعم مسألة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر والمخابرة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل غرار ومخابرة وجار عندنا واختاره الآمدي وغيره خلافا للأكثر نعم هذه المسألة التي أوردها المصنف وهي قول الصحابي نهى أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا مر معنا أن قول الصحابي نهى له حكم المرفوع وهذه تقدمت معنا حينما تكلمنا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ الروات فيها هذه المسألة التي تناولها المصنف أن قوله هذا هل يدل العموم على العموم أم لا فعلى سبيل المثال حينما قال الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فهل هذا النهي يشمل كل غرر فيكون على عمومه أم نقول يحتمل أنها واقعة عين نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن غرر ففهم الصحابي العموم فحكاه عموما فيكون ذلك من باب واقعة العين فيكون هذا من باب هل فهم الصحابي للصيغة تدل على العموم فهمه للرفع لا شك مقبول لكن فهمه للصيغة هل يدل على العموم أم لا هذه المسألة التي أوردها المصنف بمعنى أن نقل الصحابي لصيغة العموم هل تفيده أم نقول إنها محتملة يقول المصنف نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر والمخابرة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم قوله نحو مثل نهى أو أمر كذلك إذا أمر ثم جاء بعدها بالصيغة عموم فهل تدل على العموم أم لا نأخذ أول جملة أول جملة منها وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هذه الحديث وارد في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر بهذه الصيغة والمراد ببيع الغرر الغرر هل هو صفة للبيع أم أنه صفة للمبيع أغلب فقهاء المذهب وغيرهم يرون أن الغرر صفة للبيع فكل بيع يكون فيه غرر فإنه يكون منهيا عنه وقال بعض المحققين ومنهم الشيخ تقييدين وقد سبق قبل ذلك أن الغرر إنما هو صفة للمبيع فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الشيء الذي فيه غرر والفرق بين القولين أننا نقول إن بعض البجوعات فيها مخاطرة فكثير من المعاقدات فيها مخاطرة ومنها الجعالة فإن فيها مخاطرة والسبق فإن فيه مخاطرة ومع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وإنما نهى عن عقد عقد على شيء فيه غرر وهو المتردد بين أمرين كالوجود والعدم من غير ترجيح لأحدهما أو غلبة ظن قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الصحابي هو الذي عبر بالنهي وصيغة العموم جاءت في قوله عن بيع الغرر فلفظ الغرر هذه تدل على العموم لأنها مفرد دخل عليها أل التي تفيد الاستغرار وهي أل الجنس فكل غرر منهي عنه وهذا الذي فهمه أغلب الفقه وذلك يقولون إن الغرر في بيع غير المقدور على تسليمه داخل في عموم الحديث الغرر في بيع الحمل وحبل الحبلة داخل في عموم الحديث البيع ما يجهل مقداره سواء كان ثمنا أو مثمنا داخل في عموم الحديث ولذا فإن أغلب أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على العموم فيقول الحديث على عمومه لكن الإجماع لأحاديث وردت عن نفسه في إفرادها دل على تخصيص هذا الإجماع بدليل منفصل وهو الغرر اليسير فإنه معفوه عنه بإجماع حكى الإجماع أكثر من عشرة وهو تخصيص الحديث فالحديث عام لكنه مخصص والتخصيص محله بكتب الفقه طيب النهي الثاني نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمراد بالمخابرة هي المزارعة وقد ثبت نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة في الصحيح من حديث رافع فقد نهى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن المخابرة هل يفهم من ذلك النهي عن كل مزارعة هذا الذي فهمه الصحابة فإن ابن عمر قال كنا نزارع أربعين سنة حتى حدثنا رافع بحديث المخابرة فتركناها أي تركنا المزارعة وقد أخذ الفقهاء بعموم حديث المخابرة فقالوا هو كذلك لكن لفقهاء المذهب توجيهات أهمها توجيهان التوجيه الأول أن أحمد ضعف هذا الحديث وقال إن فيه اضطرابة والتوجيه الثاني قالوا إن ثبت الحديث فإن هذا الحديث محمول على أنه نسخ لأن آخر الأمرين من نبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أنه زارع واستمر على ذلك فعل الصحابة والخلفة وغالباً الخلفة لا يفعلون شيئاً منسوخ وخاصةً إذا كان ظاهر إذ لو أخطأ الخليفة من الخلفاء الأربعة فعمل بمنسوخ لنبهه الصحابة مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه حينما ظن أن حديث إنما الماء من الماء لم ينسخ فنبهه الصحابة فرجع إلى قول إلى القول الذي أو للحديث الذي نسخه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فانعقد إجماع بعد ذلك بين الصحابة أن الجماع موجب للغسل المقصود من هذا أن المخابرة قيل إن الحديث فيه مقال وقيل إنه منسوخ وقيل إنه من العموم الذي أريد به الخصوص فيكون محمولا على المزارعة على شجرة على ثمرة شجرة يعني ويكون النصيب صاحب الزرع جزء معين من الزرع وهذا منهي عنه فلابد أن يكون جزءا مشاعا الحديث الثالث قوله وقضى بشفعة في ما لم يقسم هذا الحديث قوله ما لم يقسم يدل على العموم فهل يدل على كل ما لم يقسم سواء كان من العقار أو من غيره هذا الذي يحتمله العموم أم لا يقول المصنف يا عم أي تعم هذه الأحديث السابقة كل غرار وتقدم معنا وكل مخابرة وتقدم المخابرة أنها جميع أنواع المزارعة لكننا استثنينا المزارعة التي تكون بجزء مشاع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا عن هذا الحديث إما أنه منسوخ أو أنه من العام الذي أريد به الخصوص قال وجار قوله وجار هنا هذه مشكلة لأن الحديث الذي أورده المصنف ليس فيه لفظ الجار قالوا والسبب أن المصنف جاء بلفظ الجار أن ابن الحاجب كان قد ذكر حديثا آخر بلفظ غير ثابت فقد أورد ابن الحاجب لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وهو رواية للحديث بمعنى إذ الحديث إنما محله أو لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه فنقله ابن الحاجب بالمعنى ولم يقل الصحابي قضى وإنما لفظ الحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم ولذلك فإن المصنف غير الحديث إذ لم يكن واردا وأتى بالجملة التي في الأخير على الحديث الذي لم يكن وارد فأخطأ في هذا الجانب ولذلك الصواب أن يقول يعم كل أفراده نعم قوله وجار سأشرحها بناء على الحديث أو اللفظ الذي أورده ابن الحاجب مع أنه غير ثابت ابن الحاجب أورد لفظا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار لو فرضنا أن هذا الحديث ورد وثبت فمن الناس من يقول إنه يشمل كل جار سواء كان جارا ملاصقا أو كان الجار جارا مشاعا ومنهم من يقول لا يصدق إلا على الجار الذي يكون المشاع فقط ويحمى القول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بسقبه على الجار الذي يكون ملكه مشاعا ومنه قول الأعشاء أجارة نابيني فإنك طالق فلما كانت مرأة مخالطة لزوجها جعلها بمثابة المجاور وهي ليست كذلك طيب قوله عندنا هذا أي عند الحنابي لا جزم به أكثر من واحد من أصحاب الإمام أحمد منهم الموفق والطوفي والمرداوي بل قد قال أبو البركات المجد بن تيمية أنه قول أصحاب الإمام أحمد جميعا فلم يحكي خلافا في هذه المسألة قال واختاره الآمدي وغيره أي وغيره من الأصوليين ثم قال المصنف خلافا للأكثر المراد بالأكثر هنا ليس أكثر الفقهة وإنما أكثر الأصوليين كما عبر بذلك الآمدي فإن الآمدي قال إن أكثر الأصوليين على خلاف ذلك وبمثل تعبير الآمدي عبر الطوفي وتعبيرهما دقيق عليهما رحمة الله ممن قال إن قول الصحابة هنا لا يعم إمام الحرمين الجويني والفخر الرازي ومن تبعه فكلهم ذهبوا إلى هذا القوم ذكرت لكم قبل قليل أن الأكثر من الأصوليين وليس من الفقهة هذا يدلنا على أن عمل الفقهة إنما هو على التعميم لهذه الصيغ وذلك ذكر بعض أهل العلم وهو الطوفي أن النزاع بين الأصوليين في هذه المسألة حقيقته نزاع لفظي إذ الذين يثبتون العموم يأخذونه من لفظ الحديث منقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة أو قضى أو نهى عن بيع الغرر وأما الأصوليون الذين ينكرون العموم في هذه الصيغ فإنهم يقولون قد ثبت عمومها بدليل خارجي وهو إجماع السلف عليه فإن إجماع السلف على العمل بعموم هذه الألفاظ فتكون حينئذ النتيجة واحدة كما ذكر ذلك الطوفي ونبه عليه وذلك الأصوب أن هذا الأكثر كما قلت لكم عن الآمدي والطوفي أنه قول الأصوريين لا قول الفقهة بل إن الفقهة على طريقة المتقدمة وذلك هذه من الإشكالات دائمة التي يكون فيها خلاف بين الفقهة والأصوريين والحقيقة يعني مما يلحظ أن أغلب أصوري مذهب الإمام أحمد تكون قواعدهم الأصورية مناسبة لفروعهم الفقهية إذ أغلب الذين يتكلموا على الأصور من أصحاب الإمام أحمد هم من المتمكنين في الفقه بل هم من أصحاب الوجوه لا القاضي ولا تلامذه كأبي الخطاب وابن عقيد وابن الزاغون في كتابه الأصور وابو الفرج وكأبي الفرج الشرازي إن وجد كتابه في الأصور كذلك ولا المجد بن تيمي في كتابه العظيم المسودة وحفيده وابنه نعم مسألة الأكثر أن المفهوم له عموم واخترى ابن عقيد والمقدس وابن العباس أنه لا عموم له وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة الماء وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق هذه المسألة من المسائل التي يحتاجها طالب العلم كثيرا في الاستدلال والنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة عموم المفهوم وهذا هو النوع الثالث من العموم غير اللفظي مر معنا العموم غير اللفظي أولا عموم المضمرات ومر معنا في أول هذا الدرس عموم الأفعال وهذه المسألة الثالثة وهي عموم المفاهيم فإن المفهوم غير منطوق عندنا هنا مسألة في قضية العموم للمفهوم يقول المصنف الأكثر المراد بالأكثر أي أكثر العلماء على هذا القول وقد حكى ابن مفلح أنه قول جماهير أصحاب الإمام أحمد لا عفوا المرداوي ذكر أنه قول أكثر أصحاب الإمام أحمد وذكر المؤلف في كتابه القواعد أنه قول الجمهور جمهور أصحاب الإمام أحمد هذا النقل اللي نقلت لكم عن المرداوي وعن المؤلف يدلنا على أنهم يحكون أن أكثر أصحاب الإمام أحمد يرون عموم الأفعال وسيأتي بعد قليل أن كثيرا من أصحاب أحمد لا يرون العموم عموم عفوا عموم المفاهيم قوله الأكثر أن المفهوم له عموم المراد بالمفهوم هنا ليس كل مفهوم وإنما مفهوم المخالفة فقط دون مفهوم الموافقة لأن مفهوم الموافقة داخل في عموم اللفظ حكي الإجماع على أن له عموم حكاها بن مفلح إجماعا أن عموم المنطوق له عموم وإنما الخلاف في الحقيقة إنما هو في عموم المفهوم وسأذكر بعد ذلك أمثلة كثيرة وقول المصنف إن المفهوم له عموم معنى كون أن له عموم أي أنه يجوز ويصح الاستدلال بعموم المفهوم على جميع أفراده فكل أفراد التي تندرج تحت المفهوم يصح الاستدلال به عليها ولا يجوز إخراجها منه إلا بدليل وينبني عليه أيضا مساء الأخرى سيردها المصنف بعد قرم عندما يقول وعلى الأول وهو مسألة التخصيص هذا القول الأول وقلت لكم إنه حكي قول الأكثر والجمهور من أصحاب الإمام أحمد القول الثاني وهو أن المفهوم لا عموم له يقول المصنف واختار ابن عقيل ابن عقيل اختار هذا القول في كتابه المسمى بالعمدة ويسمونه بعمدة الأدلة بينما في كتابه الواضح قد رجح القول الأول فإنه ذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وثم تعلمون أن هناك قراءة فتثبتوا قال ابن عقيل فخص التثبت والتبين بالفاسق فدل على أن العدل لا يتثبت من خلاله ولا يعتبر فيه ذلك أي التثبت قال وهذا دليل على أصلنا وهو أن دليل الخطاب يعني المفهوم المفهوم هو دليل الخطاب وهو أن دليل الخطاب يعم كل حكم نقله العدل وهذا تصريح منه في الواضح بأن المفهوم له عموم فيعمل بعمومه قال والمقدسي مراده بالمقدسي الموفق بن قدامه ونص عليه الموفق في المغني حينما أورد حديث القلتين وهو قول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي نجاسة قال الموفق الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين وإنما يستدل بمفهومه هاهنا أي على تنجيس ما نقص عن القلتين وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما وقد حصلت بكون ما دون القلتين يفترق فيه الجار والراكد في التنجيس وهذا كافل فيقول لا نقول إن كل جار ولو كان قليلا يأخذ حكم الراكد فهذا من باب استدلال المقدسي وهو أبو محمد في المغني قال وأبو العباس وأبو العباس كرر استدلال بهذه القاعدة أن المفهوم لا عموم له في أربعة مواضع من كتبه فيرى أن العموم لا مفهوم له أو أكثر أيضا ومن جزم بهذا القول من متأخر الحنابلة صاحب التنقيح ابن عبدالهادي تلميذ الشيخ تقي الدين فقد نص عليها في التنقيح وجزم به أيضا ترجيحا ابن مفلح في النكتع المحرر وحكاه أبو الخطاب وجها في ألم لمذهب الإمام أحمد ونصره من غير الحنابلة بن دقيق العيد والغزالي وغيرهم إذن هذا القول الثاني قال واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس يعني به الشيخ تقي الدين بن تيمية أنه لا عموم له أي لا عموم للمفهوم أي مفهوم المخالفة وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة واحدة أي في صورة ما أي في صورة واحدة نقول عملنا بالمفهوم ولا يلزم أن يكون المفهوم موجودا في جميع الأحاديث أضرب ذلك بعض الأمثلة التي تندرج تحت هذا الاستدلاب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الثيب تستأمر فالذين قالوا إن المفهوم له عموم وهم فقهاء المذهب قالوا إن قول الله سلم الثيب يدل على أن غير الثيب يجوز تزويجها من غير استئمارها وغير الثيب هي البكر وبناء عليه فقالوا كل بكر سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة فإنه في هذه الحال تثبت عليها ولاية الإجبار لأبيها وذلك يقولون إن قول الله سلم الثيب تستأمر عملنا بمنطوقه وعملنا بمفهومه بل بعموم مفهومه ولما جاءت الجملة الثانية وهو قوله والبكر تستأذن حملنا الاستئذان على الندب لا على الوجوب لكي لا يعارض مفهوم الجملة الأولى وهذا الحديث دائما أشرحه في أكثر من موضع وأظن أغلب الإخوان حضر معي أكثر من موضع شرحت فيه هذا الحديث وكيف يكون المنطوق والمفهوم بينما الرواية الثانية في مذهب أحمد التي انتصر لها الشيخ تقيدين أن البكر لا ولاية إجبار عليها وإنما ولاية الإجبار تثبت على الصغيرة فقط وبناء عليه فيقولون إن مفهوم حديث الثيب تستأمر يدل على أن غير الثيب سواء كانت بكرا كبيرة أو بكرا صغيرة فنحن نأخذ بأحد صور المفهوم وهي البكر الصغيرة فنقول إنه إن عليها ولاية إجبار فالعمل بأحد الصور يكفي وهذا الخلاف مبني على هذه القاعدة بنصها نبه على أن الخلاف مبني على هذه القاعدة ابن عبدالهادي أيضا من استدلالات فقهاء المذهب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فقوله من أدرك ركعة كما تعلمون أن مشهور المذهب أن الجماعة والوقت يدركان بإدراك تكبيرة الإحرام فقط ولو كان إدراكه لأقل من ذلك فأشكل على المذهب هذا الحديث وأشكل أيضا على الشيخ تقييدين هذا الحديث لأن الشيخ تقييدين يرى أن الوقت إنما يدرك بالركعة والجماعة إنما تدرك بالركعة فالشيخ تقييدين أخذ بعموم مفهوم هذا الحديث والمذهب لم يأخذوا به فانقلب الاستدلال من الحديث نفسه لكن أجاب فقهاء المذهب عن هذا الحديث بما ذكره بمفلح بأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة أن من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة قال ونحن نقول به في بعض الصور أن من لم يدرك الركعة كاملا نقول به في بعض الصور دون جميعها فأخذ بالاستدلال الثاني إذن فابن مفلح في النكت صار لقاعدة ثانية توجيها لهذا الحديث من الأمثلة على هذا الحديث وأختم به لكي لا نكثر الأمثلة الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم جمع في غير مطر ولا سفر فقوله من غير مطر مفهومه أنه يدل على جواز الجمع للمطر من قال إن له عموما فقال يدل إذن يجوز الجمع بين الظهرين ويجوز الجمع بين الإشاءين وهي رواية ضعيفة في المذهب وأما معتمد المذهب فيقول إنه لا يجوز الجمع إلا بين العشاءين فقط لأجل المطر ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر قالوا لأن الحديث إنما ورد عن الصحابة في الجمع بين العشاءين قال أبو سالم بن عبد الرحمن نقل عن ابن عمر وعن الصحابة أنهم كانوا يجمعون بين العشاءين ولم ينقل أنهم كانوا يجمعون بين الظهرين وأما الحديث هذا فإن مفهومه أنه كان يجمع للمطر فلا نقول بعمومه وإنما نقول كان يجمع للمطر في أحد الصور وهو بين العشاءين ولذلك في الحقيقة أننا إذا تطبعنا أغلب استدلالات المذهب وخاصة عند المتأخرين نجد أن الأقرب لقواعد المذهب هو القول الثاني الذي ذهب له الموفق بن قدامه وذهب له بن عقيل والشيخ تقيه الدين وبن مفلح والشيخ محمد بن عبد الهادي وغيرهم من فقهاء المذهب وهذا مستبع في كثير من الأحاديث في توجهاتهم أن المفهوم لا عموم له ثم قال الشيخ ودع بعضهم أن الخلافة لا يتحقق مراده ببعضهم الآمدي ومن تبع الآمدي من الذين ساروا على نهجه فإنهم ذكروا أن المفهوم المخالفة لا يتحقق له عموم لأن النتيجة حينئذ تكون لفظية وبمثل قولهم ذهب بن مفلح رحمه الله تعالى فقد قال بن مفلح تبع لكلام الآمدي الخلاف في أن المفهوم له عموم لفظي فإن من نفى العموم كالغزالي طبعا والشيخ تقي الدين والموفق وغيرهم أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم ولا خلاف فيه كما ذكره الآمدي ومن تبعه ثم ذكر كلاما أخير لكن قول مصنف وذكر بعضهم يدلنا على أنه يضعف ذلك وأن لهذه القاعدة ثمره وهو الأقرب نعم فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام نعم فقوله فعلى الأول أي على القول بأن للمفهوم عموما ذكر بعض الثمرات أولها أنه يجوز تخصيصه بما يجوز تخصيص به بما يخصص به العام سواء من المخصصات المتصلة أو المفصلة أو من النقلية أو العقلية وهل يجوز التخصيص بالعادة وهل يجوز التخصيص بالنية سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها في المخصصات نعم ورفع كله تخصيص أيضا لإفادة اللفل في منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام نعم يقول أيضا يجوز رفع كل المفهوم بحديث منفصل بدليل منفصل ولا يكون ذلك نسخا وإنما يكون تخصيصا لماذا؟ قال لأن اللفظ يدل على المنطوق والمفهوم فأفراد المنطوق وأفراد المفهوم كلها أفراد لللفظ فعندما تخصص جميع أفراد المفهوم فإنك لم تلغي جميع أفراد أفراد اللفظ فإنه قد بقيت دلالة المنطوق فحينئذن فلا يكون نسخا إذن هناك فرق بين تخصيص المنطوق وتخصيص المفهوم تخصيص المفهوم يجوز حتى لا يبقى شيء من أجزائه ومفرداته بينما تخصيص المنطوق لا يجوز قيل إلى أقل الجمع ثلاثة وقيل إلى واحد بل لا بد أن يبقى مفرد واحد من مفرداته وقيل ثلاثة وهو أقل الجمع وذلك قال فهو كبعض العام فقوله فهو كبعض العام أي أن أجزاء المفهوم بعض للعام وليس لجميع مفردات العام ثم قال وذكره أبو الخطاب وغيره أي وغيره من أصحاب أحمد كبن مفلح وكثيرون نعم مسألة لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمار في المعطوف عليه ذكره أبو الخطاب وفاقا للشافعية نعم هذه المسألة لها صيغتان الصيغة التي أوردها المصنف تبع فيها صاحب المسودة وبالمفلح والصيغة الثانية الأشهر في كتب الأصول أنهم يعبرون عن هذه المسألة فيقولون عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيص العام أم لا إذن صورة هذه المسألة أن يوجد لفظ عام ثم يعطف عليه لفظ خاص فهل اللفظ العطف هذا يكون مخصصا للعام أم ليس مخصصا له هذه هي المسألة والعجيب أن جميع كتب الأصول لم تمثل لهذه المسألة إلا بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بذمي ولا ذو عهد في عهده وسأذكر لكم الإشكال في هذا الحديث عندما ننتهي من المسألة يقول الشيخ رحمة الله تعالى لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أي يضمر في المعطوف عليه قوله لا يلزم من إضمار شيء أي إضمار شيء يخصص الجملة المعطوفة فإن الجملة الثانية المعطوفة على الجملة الأولى إذا أضمر فيها شيء يخصها يجعلها خاصة ومقيدة ببعض الصور لا يلزم أن يكون في الجملة الأولى مثلها نضرب ذلك بالمثال الوحيد الذي أورده العلماء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل أو لا يقاد مسلم بذمي ولا ذو عهد في عهده فالجملة الأولى العامة لا يقاد مسلم بذمي هذه عامة إذ هو مفرد دخل عليه التي تفيد الاستغراق فيدلنا ذلك على أنه مستغرق لجميع المسلمين فلا يقاد مسلم بذمي والذم هنا يشمل كل يعني سواء كان مسلما أو غير مسلم فيشمل كل الأفراد وقد جاء في بعض الألفاظ الحديث لا يقاد مسلم بكافر فيشمل كل كافر الكافر الذمي وغيره وهذا هو مرادهم هنا انظروا الجملة الثانية الجملة الثانية فيها ولا ذو عهد في عهده يقولون معنى قوله ولا ذو عهد في عهده أي لا يقاد ذو عهد في عهده بكافر مثل ما قلنا في الأول إذن الجملة الأولى لا يقاد مسلم بكافر والثاني لا يقاد ذو عهد بكافر لأنها معطوفة عريها إلى هنا واضح الجملة الثانية ذو عهد الذي هو الذمي ذو العهد هو الذمي أو ملحق بالذمي يقول إن عقد الإجماع على أن ذو العهد إذا قتل معاهدا أن المعاهد إذا قتل معاهدا أو ذو الذمي إذا قتل ذميا فإنه يقاد به فلا بد أن نضمر شيئا آخر فنقول ولا يقاد ذو عهد بكافر حربي فأضمرنا كلمة حربي فخصص في الجملة الثانية الكافر بكونه حربيا ليخرج الذمي والمعاهد هل يلزم من إضمارنا هذه الجملة كلمة كافر ذمي عفوا كافر حربي وهو التخصص بالحربي هل يلزم منها أن نخصص الجملة الأولى فنقول لا يقاد المسلم بكافر حربي وبنى العليف إنه يقاد بالذم أم لا هذه هي المسألة فقط ولا يوجد لها في كتب الأصول إلا هذا المثال ومع ذلك فقد أشار بعض الأصوليين أن هذا المثال فيه نظر لأن الواو هنا ليست عاطفة وإنما استئنافية ومعنى ولا ذو عهد في عهده أي لا يجوز أن يقتل ابتداء ليس قودا لا يقتل ابتداء ذو عهد في عهده وليست من باب تقدير لا يقتل ذو عهد بكافر فيكون هذا الحديث ليس داخلا في القاعدة بالكلية طيب نرجع للمسألة يقول المصنف ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف مثاله كافر حربي أن يضبر في المعطوف عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر لا يلزم أن نقول لا يقتل مسلم بكافر حربي بناء على ما قدرناه في الثاني قال ذكره أبو الخطاب يعني بأبو الخطاب الكلوذان في كتابه التمهيد وذكره نعم وفاقا للشافعية وغيرهم بل هو قول الجمهور قالوا خلافا للحنفية لأن الحنفية رون جواز قتل المسلم بالذم قال والقاضي في الكفاية وهذا أحد كتب غير الموجودة القديمة نعم مسألة القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل ذكرها أبو البركات وفاقا للحنفية والشافعية خلافا لأبي يسف طيب هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي يكثر السدلال بها في كتب الحديث بل وفي كتب وفي التفسير كتب التفسير كذلك وأمثلتها بالعشرة وهي المسمات عند أهل العلم بدلالة الاقتران بمعنى أن يقترن يقرن شيئان في الذكر فهل يقترنان في الحكم أم لا نبدأ بهذه المسألة يقول المسنف رحمه الله تعالى القران بين شيئين قوله القران يدلنا على أن القران يكون لفظيا بأن يقترن اللفظان بالعطف بالواوي ونحوها قال القران بين شيئين في اللفظ عبر المسنف رحمه الله تعالى باللفظ ليبيل لنا أن الاقتران تارة يكون بين جملتين تامتين مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقرن بين جملتين تامتين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتارة يكون بين جملتين إحداهما تامة والأخرى ناقصة ويمثل في كلام الآدميين بقول الرجل إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر فالأولى جملة تامة دخلت الدار فامرأتي طالق والثانية ناقصة عبدي حر فهو معطوف على تتمة الجملة الأولى أي إن دخلت الدار فعبدي حر والنوع الثالث من القران بين الشيئين القران بين المفردات وهذا كثير في كتاب الله عز وجل ومنه قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة وقوله سبحانه وتعالى والخيل والبغارة والحميرة لتركبوها وزينة وغير ذلك من الأدل الكثير في كتاب الله عز وجل وأغلبها أو كثير منها من باب القران بين المفردات نعم إذن عرفنا القران بمعنى قرن اللفظين والشيئين يشمل جملتين ويشمل المفردين وقول المصنف بين اللفظين يدلنا على ما تقدم أن القران لا بد أن يكون لفظيا يقول الشيخ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم أي في جميع الأحكام غير المذكور أي غير الحكم المذكور فإن كانت الجملة الأولى تامة والجملة الثانية ناقصة أو كانت مفردتين فإنهما فإنهما يستويان في الحكم وأما إذا كانت الجملتين تامتين فلا يستويان في الحكم المذكور وإنما قد يستويان في المذكور سأذكره بعد قريب وهي قضية دلالة الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذا وجب الأول هل يجب الثاني أم لا سأذكره بعد قريب إذن عرفنا أن قوله غير المذكور هو الذي باتفاق أهل العلم الذي دلت عليه الجملة وهو المنطوق طيب ما هو الأشياء التي قد يستوون فيها غير المذكورة أحيانا يستوون يستدل العلماء بدلالة الاقتران على الحكم التكليفي بأن يأتي الشارع فيأمر بشيء أين أو ثلاثة مقترنة ويدل الدليل على وجوب أحدها فيستدلون بوجوب أحدها على وجوب الباقي أو يدل الدليل على استحباب أحدها فيستدلون باستحباب أحدها على استحباب الباقي إذن الأمر الأول الحكم التكليفي وهذه أمثلته يعني كثيرة جدا وأغلب الأمثلة التي سيجد المصنف هي من هذا الباب النوع الثاني الاستواء في الحكم الوضعي أي غير المذكور يكون حكما وضعيا مثل الصحة والفساد والنجاسة وغير ذلك ومن أشهر الأمثلة فيه استدلال بعض الحنابلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه فيقولون إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يدل على سلب الطهورية طيب والاغتسال فيه قالوا أيضا يدل على سلب الطهورية لأن الدليل الأول دل على حكم وضعي الحكم التكليف التحريم والحكم الوضعي هو سلب الطهورية للماء إذن هذا الحديث هل نستدل به على حكمين على الحكم التكليفي حرم الأول فيحرم الثاني الحكم الوضعي سلب الطهورية في الأول هل تسلب الطهورية في الثاني وهكذا من الأمور التي يعني أيضا تتعلق به قضية العموم والخصوص فلو عطف شيئا أحدهما كان عاما والآخر كان خاصا بمعنى أن الأول هو العام والثاني هو الخاص فهل يكون المعطوف عليه الخاص فهل يأخذ العموم حكم الخاص أم لا هذه المسألة شبيهة بالمسألة المتقدمة التي تكلم عنها المسنف في قوله ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمرا في المعطوف عليه إذا نقول لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم يشمل حكم التكليف والوضعي والعموم والخصوص وغيرها غير المذكور أي غير المذكور في النص إلا بدليل خارجي يدل على ذلك وهذه الأدلة كثيرة جدا قد تكون العلة الدلة الاشتراك في العلة وقد يكون دليل يدل على هذا الحكم قال ذكره أبو البركات يعني المجد بن تيمية وقد جزم أبو البركات أن هذا هو مذهب الحنابلة أن دليلات الاقتران لا تدل ليست معتبرة وممن جزم بذلك وأنه ليس مذهب الإمام أحمد شيخ محمد بن مفله في حاشيته على المحرر فجزم أن دليلات الاقتران ليست مذهبا لنا بل جزم بن قاض الجبل أن كل أصحاب الإمام أحمد على عدم العمل بدلات الاقتران القول الثاني أورده المصنف وقال خلافا لأبي يوسف يعني صاحب أبي حنيفة فإن أبا يوسف قال إن دليلات الاقتران حجة وقد وافق أبا يوسف جمع من العلماء فمن أصحاب مالك نقل الباجي في كتابه الإشارة أن القاضي عبد الوهاب ويسمونه ابن نصر لماذا قلت ذلك؟ لأنني وجدت أن بعض المعاصرين يرى في كلام الباجي عندما يقول قال ابن نصر يظنه محمد بن نصر المروزي وقد وقفت هذا عند أكثر من شخص من المعاصرين المالكية إذا قالوا ابن نصر فيعنون به القاضي عبد الوهاب ذكر الباجي أن ابن نصر كان يكثر بن الاستلال بهذه القاعدة في كتبه وقد نسبت هذه القاعدة للإمام مالك حينما استدل على إباحة أو تحريم بعض الحيوانات بقول لعزجو والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه فقد نقل أن الخيل لا يجوز أكلها استدلالا بدلالة الاقتران نقلت عن مالك وممن قال به من الشافعية المزني وغيره والصرافي وهذان الرجلان لهم مكانة فإن كلامهم في الأصول يختلف عن طريقة باقي الشافعية وذلك أن الصرافي شرح الرسالة للشافعي وشرحه يختلف عن طريقة المتكلمين بل إن الصرافي في شرحه للرسالة حسب النقول الموجودة من هذا الشرح تدل أنه شرحه على طريقة الفقهة وبنفسهم والمزني كذلك على طريقة الفقهة ولم يتأثر للصرافي ولا المزني بطريقة المتكلمين التي رد عليها السمعاني في كتاب قواطع الأدلة وذلك نقول فإن كتب الأصول التي على طريقة الشافعية ليست مسلكاً واحداً بل إن أبو المظفر السمعاني في القواطع والصرافي في شرحه الرسالة والكلام المنقول عن المزني في بعض كتبه في الأصول ومثله بعض كلام أبي إسحاق الشرازي وخاصة في كتابه التبصرة ونوعاً ما أيضاً في شرح اللمع كله يدل على مسلك يختلف عن طريقة المتكلمين في الجملة وخاصة الشرازي يعني في الجملة وليس كطريقة أولئك نعم قال بهذا القول من الحنابلة القاضي أبو يعلى فقد قال به وانتصر له في العدة مع أن الجراعي نقل أنه قال بخلافه في كتبه الأخرى ومن قال به أيضاً الحلواني فقد ذهب لهذا القول وتوسط بين هذين القولين ابن القيم فقد بحث مبحثاً لطيفاً جميلاً في كتابه بداع الفوائد وبين أن دلالة الاقتران لا نقول إنها حجة مطلقاً ولا نقول إنها ملغية مطلقاً بل نقول إن دلالة الاقتران تختلف من حال إلى حال فتارة تكون قوية في الاحتجاج وتارة تكون ضعيفة وتارة تكون وسطاً بين القوي وبين الضعيف وذكر لذلك أمثلة فعلى سبيل المثال يقول إذا جمع المقترنين لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله قوية الدلالة ومثل لذلك بقول نيساً حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته قال فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه فإذا كان الحق مستحباً في اثنين منها كان في الثالث مستحباً قال وهذا يعني قوي جداً استدلاب دلالة الاختران وذكر أمثلة أخرى قد يكون في بعضها قبول ولبعضها غير قبول ثم ذكر القول الموضع الذي يكون فيه دلالة الاختران ضعيفة فقال عند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها المسأل ذكرناه في بداية الحديث عندما تكون كل جملة منفردة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه وقوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ثم ذكر كلاماً طويلاً في هذه المسألة وذكر الوسط بينهما وأقره على هذا التفصيل السفاريني في شرحه للعمدة نعم مسألة الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو يا أيها المزمل عام للأمة إلا بدرين يخصه عند الأكثر خلافاً للتميمي وبالخطاب وأكثر الشافعية نعم هذه المسألة متعلقة بالخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرادنا بالخطاب الخاص أي اللفظ الذي جاء في الكتاب في كتاب الله عز وجل وخاطب به الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم كقوله يا أيها المزمل يا أيها المدثر قل وغير ذلك من المساء وقبل أن نذكر الخلاف الذي أورده المصنف لابد أن نبين محل الخلاف إذ أهل العلم ذكروا أن هذه المسألة على صور متعددة الصورة الأولى إذا كان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم قد دلت دليل وجاءت القرينة على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم مثل أن يكون الحكم لا يمكن أن يشاركه فيه فإنه بلا نزاع لا يتعداه إلى أمته ومثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وليس الإنذار الذي بمعنى تبليغ الرسالة بالمعنى العام إلا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية أن يكون الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم به وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام لتراد به أمته دونه ومثال ذلك قول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يريد منه الشرك لأن الله عز وجل قد عصمه من الكبائر وأكبر الكبائر الشرك بالله ونحن نعلم تذكر في كتب الأصول ما تكلمنا عنها أو ستأتي أن ما يذكرونه في كتب الأصول ويلدونها أيضا في كتب الاعتقاد أن أغلب المنقول عند فقهائنا أن الأنبياء معصومون من الكبائر فقط دون الصغائر فقد تقع الصغائر منهم وألفت كتب قديما وحديثا في مسأة العصمة للأنبياء إذن هذا النوع الثاني من أنواع الخطاب أو الثالث النوع الثالث أو الثالث أو الرابع نسيت الآن أن يوجد نعم الثالث إذن أن توجد قرينة تدل على دخول أمته في الخطاب معه ولا شك أن وجود القرينة يعني يدل على ذلك ومن أمثلة ما تدل القرينة عليه قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وقد جاءت القرائن كثيرة سواء متصلة أو منفصلة فالمتصلة في قول الله عز وجل إذا طلقتم وهو جمع فيدل على أنه للنبي ولغيره من المؤمنين والمنفصلة استدال الصحابة فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يقرأ هذه الآية ويقول في قبل عدتهن طاهرات أو حاملات الحالة الرابعة أو الصورة الرابعة التي أوردها أهل العلم يعني أوردها بعض أهل العلم وهي مبنية على التفسير الخلاف فيها هي عكس السابقة أن ترد القرينة التي تدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به ومثل ذلك بقول الله عز وجل ولا تمن تستكثر فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قامت القرينة بذلك ما عدا هذه الصور الثلاثة أو الأربع السابقة فإن هي محل الخلاف الذي أورده المصنف قول المصنف الخطاب الخاص بالنبي يعني الموجه له فالخاص باعتبار الصيغة وليس المراد وليس المراد الخاص باعتبار الحكم لأن الخلاف إنما هم متعلق في الحكم قال نحو يا أيها المزمل قوم الليلة إلا قريلا قال عام للأمة أي له وللأمة معه عليه الصلاة والسلام وهذا الذي مشى عليه أغلب فقهاء الحنابلة ممن جزم به القاضي أبو يعلى وبن عقيل والشيخ تقييدين في أكثر من موضع وابن الحافظ في التذكرة وأخذوا ذلك من كلام للإمام أحمد فقد قال في رواية أبي طالب لما سئل عن رجل قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فقال أحمد إن أكله عليه كفارة حديث عائشة وحفصة لما قالتها للنبي نشم منك رائحة معافير قال لا بل شربت عسلا ولن أعود فأنزل الله لما تحرم ما أحل الله لك لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وإنما كان قد شرب عسلا فاستدل أحمد بحديث أصل الخطاب فيه لنبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله عزيزي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم قال في آخري قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال المصنف خلافا للتميمي المراد بالتميمي هنا أبو الحسن لأن المصنف أحيانا يطلق التميمي ويراد به أبو الحسن وأحيانا يراد به أبو محمد وأحيانا أبو الفضل هنا المراد به أبو الحسن نقل قول أبي الحسن القاضي أبو يعلى في العدة وأبي الخطاب في التمهيد وأكثر الشافعية قول مصنف أكثر الشافعية رحمكم الله يعني كذا قاله هو ولكن بعضهم منازع أنه قول أكثر الشافعية وإنما هو قول بعض الشافعية وهو الأصوب أنه قول بعض الشافعية وهي عبارة صاحب المسودة فإن أغلب الشافعية إنما يستدلون أو يذكرون في كتب الأصول الأول وكذلك يذكرونها في كتب الفروع الفقهية عند الاستدلالات وكذا عند توجه خطاب الله تعالى للصحابة هل يعمه عليه الصلاة والسلام نعم يقول وكذا أي وكذا الخلاف فيكون الحكم المسألة التديني واحد وبناؤهما واحد في الاستدلال أيضا عند توجه عند توجه خطاب الله تعالى للصحابة يعني مثل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صداقة من أموالهم هم فهذا يدل على أن الخطاب موجه للصحابة لكن نقول هو عام للأمة عندما رأى عمومه وهو قول الأكثر ومثله كل ما قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم إن الله قد أوجب عليكم فكل خطاب من نبي صلى الله عليه وسلم يكون للصحابة يكون عاما عند الأكثر فيعمه عليه الصلاة والسلام ويعم غيره نعم وفي الواضح النفي هنا عن الأكثر بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبده نعم هذا النقل عن الواضح مؤده عكس حكاية الخلاف فإنما نقله أول وهو قوله وكذا عند توجه الخطاب عند توجه الخطاب الله للصحابة هل يعمه عليه الصلاة والسلام فقد حكى أن قول الأكثر أنه يعم ولكن نقل في الواضح أن قول الأكثر عدم عمومه للمتكلم وقال بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده فهو مجرد حكاية خلاف ما هو قول الأكثر نعم وحكم فعله عليه السلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر نعم هذه المسألة هي مسألة عموم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأفراد بمعنى أنه إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هل نقول إنه يجوز لغيره من الأمة أن يفعل مثل فعله وقد سبق معنا دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل تدل على الإباحة وهذه بإجماع وهل تدل على الندب أم على الوجوب وذكرنا الحديث عنها عندما تكلمنا في السنة على دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقسمناها إلى خمسة أقسام في ذلك الموضع لكن أقل ما تدل عليه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على الإباحة وهذه المسألة تقول هل فعله عليه الصلاة والسلام عام لأمتها أم خاص به طبعا محل ذلك حيث لم يرد الدليل على تخصيصه به هذا هو الذي أورد المصنف الكلام فيه فقال وحكم فعله في تعديه إلى أمته يعني في حكم أنه لا يختص به وإنما يعتد وإنما يتعده إلى أمته قال يخرج على الخلاف المتوجه إليه عند الأكثر أي عند أكثر الأصورين فيكون فيه قولات القول الأول أنه يتعدى لأمته وهو قول أكثر وهو الذي نص عليه أغلب فقهاء مذهب من أحمد وقيل إنه لا يتعدى فعله عليه الصلاة والسلام لأمته من أمثلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة تخلف مرة عن الصلاة فأما بالمسلمين أبو بكر رضي الله عنه ثم إنه عليه الصلاة والسلام حضر فتأخر أبو بكر وأما النبي صلى الله عليه وسلم بالنس وقبل أن أبدأ في وجه الاستدلال من هذا الحديث لنعلم أن هذا الحديث أشكل على كثير من فقهاء مذهب الإمام أحمد من الذي صلى هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر مأموم أم أن الإمام بالناس هو أبو بكر وكان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فبقيت إمامة أبي بكر وقد ألفت فيها كتب مفردة طبع منها كتاب واحد وهو كتاب ابن الجوزي في رده على ابن عبد المغيث فإن ابن عبد المغيث يرى أن الذي أم بالناس إنما هو أبو بكر وكان نبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي وهو يتابعه فتبقى إمامة أبو بكر ولم يترك الإمامة فرد عليه ابن الجوزي وقد نقل عن ابن الجوزي أنه قال في كتابه هذا هو مطبوع قال لو أردت الشرف لقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مؤتما بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن أبا بكر جدي فإنه من ذريتي ببكر ولكن نقول الحق والدليل مقدم على كل شيء هذا كلام من الجوزي لكن عن عم أغلب المشهور في كتب الحنابلة أن الذي أمى الناس حنما حضر هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس أبو بكر طيب نأخذ من هذا وهو أن الإمام إذا استخلف شخصا ثم حضر هل له أن يقوم هو بإتمام الصلاة أم يبقى المستخلف مستمرا في صلاته حيث افتتح بهم تكبيرة الإحرام ونقول إن هذا الحديث من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذا عندهم مخرجون على هذه المسألة والمذهب فيه ثلاث روايات الرواية الأولى أنه ليس الإمام ذلك وهو الذي قدمها صاحب المغني ونص عليها أحمد وقال ليس لأحد أن يفعل كما فعل نبي صلى الله عليه وسلم والثانية أنه يجوز ذلك نص عليها أحمد وبنوا على ذلك أنه طبعا في رواية أبي الحارث والأولى في رواية أبي داود وقالوا إنه يكبر المأموم ويجلس إلى أو يكبر الإمام ويجلس إلى جنب الإمام المستخلف ويستمر بعده بعد ذلك والقول الثالث أن هذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله كالإمام المقتدى به إمام المسلمين الولاية العظمى طيب قال يخرجوا على الخلافي في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر نعم وهذا الذي مشى عليه أغلب الحنابل منهم يعني صاحب المسود وغيره فقد خرجوا ذلك قال وفرق أبو المعالي يعني الجويني وغيره فقالوا يتعدى فعله أي وإن قالوا إنه لم يتعدى هناك فإنه يتعدى هنا نعم مسألة خطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره فيه الخلاف السابق نعم خطابه لواحد من الأمة عليه الصلاة والسلام المراد بذلك حيث لم يرد دليل على تخصيص ذلك الرجل بهذا الخطاب كان يقول تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك وقوله لواحد من الأمة المراد به الصحابة لأنه عليه الصلاة والسلام وقوله هل يعم غيره أي غيره من الصحابة ومن بعدهم ذكر المصنف أن فيه الخلاف السابق أي الخلاف السابق هل الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة وهو ملحق بالذي قبله والمعتمد في مذهب الإمام أحمد كما صحه المرداء وغيره أنه يكون عاما مثل المسائل السابقة وعند الحنفية لا يعم لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع يقول وعند الحنفية لا يعم لأنه عم في التي قبلها وهي مسألة الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفهم الاتباع لأن الأصل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله لأنه متبع عليه الصلاة والسلام وهنا هو متبع هنا أي الصحابي متبع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون كذلك واختار أبو المعادي يعم هنا قال واختار أبو المعالي هو الجويني يعم هنا فيكون عاما كذلك وهذا القول قال به الجويني ونقل عن أبي الخطاب ولكن بمفلح قال فيه نظر فإن أبو الخطاب لم يقول بذلك مسألة جمع رجال لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعا نعم بدأت أكلم الصنف في هذه المسألة ولعلنا نقف عندها وهي مسألة صيغ الجمع التي تكون خاصة بالرجال دون النساء وصيغ العموم التي تشمل الرجال والنساء معا إذن فهذه المسألة متعلقة بدخول النساء في خطاب الذكور العام أول مسألة أوردها المصنف قوله جمع الرجال وهو الجمع الذي يكون مختصا بالرجال للذكور كلفظة الرجال قال لا يعم النساء إجماعا لأنه دال على الرجال فقوله الرجال الذكور فإنه خاص بهم دون ما عداهم ومن الأمثلة التي تكون خاصة كذلك الأبناء فإن لفظ الإبن من الجموع الخاصة بالرجال بخلاف الأولاد فإن الأولاد ليس خاصا بالذكور وهذه مسألة دائما تشتهر وخاصة في كتاب الأوقاف قال ولا بالعكس كذلك الجمع الخاص بالنساء لا يعم الرجال فالبنات والنساء لا يعم الذكور وأغلب ما يستخدم هذا في أوقاف الألفاظ الواقفين والوصايا وغيرهم وقد يوجد في بعض النصوص الشرعية نعم المسألة الثانية ويعم الناس ونحوه الجميع إجماعا نعم إذا جاء بلفظ الناس ونحوه من الألفاظ فإنه يعم الجميع إجماعا أيضا هذه لا خلافة فيها نعم ونحو المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أصحابنا وأكثر الحنفية خلاف الله بالخطاب والأكثر نعم قوله ونحو المسلمين لفظة المسلمين أو المؤمنين أو قوله فعلوا بالإضمار هنا مما يغلب فيه المذكر يعني أنه غالبا يستخدم فيه لفظ المذكر المسلمين ويقابله المسلمات لكن قد يستخدم أحيانا المسلمين للذكور والإناث معا قال الشيخ يعم النساء تبعا لا استقلالا لأنه يجوز حينئذ إذا دل الدليل عدم دخولهن إن المسلمين والمسلمات فدل على أن المسلمين هنا لا يدخل فيها النساء لوجود التمييز بينهما قال عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد وهو قول أكثر أصحاب الإمام أحمد وممن جزم به القاضي أبو يعلى وأكثر أصحاب الإمام أحمد ينصون على ذلك قال خلافا لأبي الخطاب والمراد حيث قال في التمهيد بعدما نقل قول شيخه فقال قال شيخنا يدخل المؤنث في ذلك وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين أي نسبه أبو الخطاب لأكثر المفقهاء والمتكلمين لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى عندنا ثم قال أبو الخطاب كلمة جميلة قال ولكن ننصر قول شيخنا فتعبير أبي الخطاب حينما قال ولكن ننصر قول شيخنا يدل على أن الكتب التي تفرد في تقرير المذهب أو في تقرير المذهب أصولا أو فروعا فالأصل في تقريرها أن تكون على المذهب المعتمد والقاضي هو أختياره في الغالب في تلك المرحلة وتلك الفترة هو المذهب فقال أنصر قول شيخنا لأنه هو المذهب وأما ما أراه اجتهاد فأني أوردته وذكرته ولم يرد الانتصار له أو لم يرد الانتصار له نعم قوله هو الأكثر تقدم من كلامه بالخطاب أن المراد بالأكثر أكثر فوقها والمتكلمين نعم وحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام ولل الذكر والأنثى نعم قال احتج أصحابنا بنعقاد الإجماع على أن قول الله عز وجل الحر بالحر يشمل الذكر والأنثى والحر قد يطلق غالبا وراد به الذكر وقد يطلق في مقابل الأنثى فقال الحر والحرة ولكنه أحيانا يشمل الأثنين وهذه الآية التي وردت قصد بها بإجماع أهل العلم الذكر والأنثى سواء فيقاد الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالذكر نعم وفي القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى فالتكفير في قتلها قياسة وخص الله تعالى الحجب بالإخوة فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى نعم يقول المصنف وفي القياس قوله وفي القياس أي وفي مبحث القياس وذلك أن ابن عقيل عقد فصلا سمى هذا الفصل مسائل في الشرع طريقها القياس يعني يذكر أن الدلال على الحكم إنما هو من طريق القياس هذا معنى قوله وفي القياس من الواضح أي من كتاب الواضح وهو في المجلد الثاني قال لا يقع مؤمن على أنثى أي أن لفظة المؤمن لا تقع على الأنثى فالتكفير في قتلها قياسا معنى ذلك أن قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فقوله ومن قتل مؤمنا لفظة مؤمن هذه هي التي أرادها المصنف في قوله مؤمن لا يقع مؤمن فقوله مؤمن هنا يقول ابن عقيل أنها تطلق على الذكر لا على الأنثى وإنما قيس عليها الأنثى وذلك قال وهو نكرة لا يعم الذكر والأنثى ووجب في قتل المؤمنة تحرير رقبة قياسا على المؤمنة وهذا يدل على أن ابن عقيل يرى في هذا الاستدلال القول الثاني الذي ذهب إليه أبو الخطاب فابن عقيل يميل لقول أبو الخطاب الجملة الثانية قوله وخص الله تعالى الحجب بالأخوة فعداه القياسيون أو القياسون إلى الأخوات بالمعنى هذا أيضا من كلام ابن عقيل وذلك في قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإخوة هذا جمع يغلب فيه الذكر لأنه يأتي في مقابل أخوات وقد يطلق عليهما معا فابن عقيل يقول إن قول الله عز وجل فإن كان له إخوة يدل على الذكورة فقط قال ابن عقيل بهذا النص فعداه القائسون إلى الأخوات بالمعنى وهذا معنى كلامه السابق نعم وفي الوقف من المغني الأخوة والعمومة للذكر والأنثى نعم قول المصنف وفي الوقف أي وفي باب الوقف من المغني الأخوة والعمومة للذكر والأنثى أورد بن قدام هذه المسألة عندما ذكر الشخص إذا أوقف على إخوته أو أوقف على أعمامه فهل يعم الذكور والإناث معا فرجح هو وتبعه ابن أخيه في الشرح الكبير أنه يعم الذكور والإناث معا قال بخلاف إذا قال على أبناء إخوته وأبناء عمومته فإنه يشمل أبناء الإخوة الذكور فقط وأبناء الأعمام الذكور فقط دون معده وفرق بين الثنتي بفرق أورد هناك في المغني ونقله عنه الشارح أنه لما نسب البنوة لهم فالأصل أن الأبناء إنما تكون للذكور بنون بنوا أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد فدل ذلك على أن البنوة هنا إنما تنسب للذكور دون من عداهم وهو المغلب وبناء على ذلك فإن قول الموفق رحمه الله تعالى ومن تبعه يوافق قول الأكثر نقف عند هذا الحد أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد نعم هذا أخونا يقول هل حديث المعازف لا يكونن من أمتي يستحلون الحرة والحريرة والمعازف داخل في مسألة دلالة الاقتران نقول نعم هي من النوع الأول دلالة الاقتران القوية التي ذكرها أبن القيم فهذا يدلنا على الاستحلال بعدما كانت حراما فهي من بابي هذا ولا شك هذا أحد الأخوة يقول هل حالق اللحية تقبل شهادته أم لا نعم تقبل شهادته لا شك وسبب قبول شهادته أن العدالة تختلف من زمان إلى زمان هذا أولا والأمر الثاني أنه حكي إجماع بين أهل العلم أن حلق اللحية من صغائر الذنوب وليس من كبارها وتكلمنا عن حلق اللحية هناك في مسألة العدالة في الرواة وقضية الإصرار ما معناه في ذلك الموضع ولذلك فإن فإنه يقبل مطلقا ولا شك في ذلك بل إن ما قرر الشيخ تقي الدين هو الأولى أن العدالة تختلف باختلاف البلدان حتى فلو أن بلدة كثر فيها أهل البدع قبلت شهادتهم حتى في دخول أهل وأما إذا كان أهل البدع قلة في بلد فلا تقبل شهادتهم فرد شهادة صاحب البدعة المفسقة أو الفعل المفسق يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان أي البلد وربما أيضا باختلاف الأشخاص إذا قلنا إن فلان يؤثر في عدالته ما لا يؤثر في الآخر هذا أخونا يقول هل ينتقل الملك في بيع العربون عند دفع العربون أم عند إتمام الثمن العربون العمل به من فردات المذهب كما لا يخفى عليكم ويستدلون بفعل وقضاء عمر رضي الله عنه به وجاء عن غيره من الصحابة أنهم فعلوه وأما الحديث نهى عن بيع العربان وبيع العربون فليس المراد به بيع العربون الذي نتعارف عليه قبل أن أجيب عن هذا السؤال ما هو تكيف بيع العربون أظن ربما من بعض لا يعرف ما هو بيع العربون بيع العربون هو أن الشخص يقول لي آخر بعتك هذه السلعة على أن تعطيني الثمن إلى شهر فإن لم تعطني الثمن إلى شهر كاملا فلا بيع بيننا وما قبضته منك الآن وهو النصف أو الربع فإنه يكون ملكا لي فحينئذ ينفسخ البيع وانفساخ هذا البيع يثبت له ما أخذه من العربون المتقدم هذا معنى بيع العربون وهو كثير جدا يتعامل به الناس عندنا كثيرا وهو مفردات المذهب وأغلب أصلا من البلدان المسلامية الآن يعملون به وقلت لكم أغلب المعاملات المالية الآن على المذهب على مذهب الحنبل طيب هذا العربون ما هو تكيفه رجح بالرجب في تقرير القواعد أن العربون هو من باب الفسخ على عوض فهو تعليق الفسخ على شرط والفسخ فيه على عوض والفسخ جوز تعليقه على شرط وجعله على عوض أيضا جائز وبناء عليه فإنه صحيح بناء على هذا التكيف وليس من باب عقدين في عقد طيب هل الملك ينتقل في بيع العربون من حين دفع العربون أم عند إتمام الثمن نص في كشاف القناع بهذه العبارة أن الملك مستقر في بيع العربون إذن فالملك ثابت بل ليس ملكا ناقصا بل هو ملكا مستقر وهذا صريح منه بذلك تمام الصراحة وهذا يدل على أنهم بنوا علاء عليه أن الملك تام وقوي وليس بملكا ضعيف طيب يقول لماذا سمي الحنفية فقهاء والمذاهب الأخرى بالمتكلمين في عمل الأصول ليس صحيحا ليس صحيحا بالكل المذاهب يسمون فقه وذلك قد لكم الشرازي وخاصة في كتابيه هم الكتابان مشوران له شرح اللمع والتبصرة يذكر التفريق بين فقهاء الشافعية وبين المتكلمين ولذا فإن الفقهاء المراد بهم المعنيين بالفقه بينما المتكلمون هم الذين عنوا بعلم الكلام ثم تكلموا بعده في علم الأصول وذلك فإن طريقة الفقهاء من المذاهب الأربعة كلها إذا تكلموا في الأصول فإنهم تجد دائما ما يستحضرون النصوص الشرعية ليطبقوا عليها القواعد ويستحضروا المساء الفقهية بينما المتكلمون يقول لا يجب أن لا نستحضر أي فرع فقهي بل تبني كل قاعدة أصولية على الحجاج العقلي أو الحجاج الذي يستدل به نصا وهو قليل جدا ولما كان عند المتأخرين أغلب من تكلم في الأصول من المتكلمين أصبح لهم قوة وكثرة واشتهار ومن أولهم أبو باكر باقلاني ثم جاء بعده من كتب وخاصة يعني الرازي والآمدي فقد اشتهر كلامهم وذكر بعض أهل العلم أن الرازي أصلا كلامه في الفقه قليل بل وضعيف فيغلب عليه علم الكلام على علم الفقه وهذا واضح حتى في كلامه في تفسيره كلامه في الفقه ضعيف جدا مقارنة بغيره من المفسرين الكبار الذين عنوا بالفقه مثل يعني بالعطية في ملاحظ له ملاحظ فقهية جيدة القرطبي يعني كثير من من عني بالفقه خاصة من كتب في أحكام القرآن يقول هل ورد دليل على نهي من دخل المسجد في وقت الصلاة عن السلام قبل أن يصلي تحية المسجد لا أعلم الذي أعرف أنه منهي عن الجلوس أما السلام فلا أعلم قال أم أن السلام مشروع في هذا الموضع في الأصل وإن كان من تفصيل عن السلام بعد الصلاة أو قبلها لا أعلم المنهي عن فقط إنما هو الجلوس دون ما عده لا أعرف غيره أخونا يقول كيف يتعامل مع نقل الإجماع وكيف يوجه كلام الترمذي أن يصلى سلم جمع في غير خوف ولا مطر أن أهل العلم على ترك العمل به هذه مسألة المسألة الأولى في نقل الإجماع من المهم أن تعلم مسألة المسألة الأولى مسالك العلماء في نقل الإجماع وقد تكلم الشيخ تقي الدين عن مسألة كثير منهم في رده على ابن السوك في مسألة التعليق فبيّن منهج أبي ثور وأن أبا ثور يرى أن قول الأكثر إجماعا مبيّن منهج غيره منهج غيره الذين يرون أن القول الضعيف الذي لا دليل عليه لا يخرم الإجماع وإن قال به من قال من الكبار أو من المشهورين وبيّن قول طريقة محمد بن نصر المروزي الذي قال عنه الذهبي إنه من أعلى من ناس بإجماعات السلف وأدقهم له حكى الشيخ تقي الدين أنه في كثير من إجماعاته عن محمد بن نصر المروزي وقد جمعت في كتاب إجماعاته أن محمد بن نصر المروزي أي رحمة الله يحكي قول الأكثر وأن القول الذي يرى أنه شاذ وقوله ضعيف لا يعده إجماع من الناس من يعد الإجماع الإجماع المتقدم كأحمد إذن فمعرفت مسالك العلماء في مرادهم بالإجماع هذه مهمة وممن عني بهذا المسلك وللجمع كلامه وكلام غيره لكان جيد الشيخ تقي الدين في تعليق على ابن السبك هذا واحد اثنين أنه يجب أن تعلم ما نوع الإجماع فبعض الناس قد يحكي إجماعا ويعني به الإجماع الظني الذي ليس بقطع مثل الإجماع السكوتي وغيره من نوع الإجماع التي تقدم إجماعات التي تقدم ذكرها عندما تحدثنا عن الإجماعات كما أن هناك أمور يعدها البعض إجماعا والبعض لا يعدها إجماعا مثل اتفاق الأربعة أو اتفاق الثنين أبي بكر وعمر اتفاق العترة وهكذا إذن يجب أن تعرف طريقة الحاكي ونوع الإجماع نفسه فإن الإجماع أنواع وليس نوعا واحدا هذه مسألة المسألة الثانية أن الترمذي نقل عنه مسائل أظنها ربما تصل عشر أو أقل سأذكر لكم من جمعها بعد قليل ذكر أن هذه بل عفوا هي أربعة أحاديث نعم بل هي أربعة ذكر الترمذي في جامعه أربعة أحاديث أن أهل العلم تركوا العمل به ومنها الحديث الذي أورده أخونا وهو حديث ابن عباس ومنها القتل في الثالثة أو في الرابعة لشارب الخمر ومنها تغسيل من غسل ميتا فليغتسل فهذه أربعة أحاديث أوردها ابن أبو عيسى الترمذي وقال إن أهل العلم على ترك العمل بها جمع هذه الأحاديث وزاد عليها غيرها ابن رجب في كتابه العظيم شرعي للترمذي فقد أورد عددا من الأحاديث التي ليس لها ناسخ انتبه لهذا القيد المهم لأن وجدت بعض المعاصرين جمع كتابا في جمع الأحاديث التي يعمل بها العلماء وكل الذي أورده غير التي أوردها ابن الترمذي وبن رجب كلها أحاديث إنما قيل إنها منسوخة وقد علمنا الناسخ أما هذه الأربع فلا يعلم لها ناسخ طيب هذه المسائل التي قيل إن أجمع العلماء عليها لنا توجيهاني فيها التوجيه الأول أن بعض من أهل العلم يقول ليس بصحيح بل ما من حديث إلا وقد عمل به لكن قد لا يكون عمل بإطلاقه ولا بعمومه فعلى سبيل المثال حديث قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة هي رواية عن أحمد وقول الظاهرية أنه يقتلك ليس حدا وإنما تعزيرا فاختلف في فهم صفة قتله الحديث الجمع يعمل به الحنابلة حديث من عباس فإن الحنابلة يرون أن الحاجة مبيحة للجمع وعندهم باب الجمع أوسع بكثير من باب قصر الصلاة فإن قصر الصلاة عندهم ليس له إلا موجبان فقط الخوف والسفر بينما الجمع يعني موجبه كثير بل قالوا كل ما أسقط الجماعة أباح الجمع كل ما أسقط الصلاة في الجماعة في المسجد طبعا يقصدون فقد أباح الجم ومما يدل على هذا الفهم قول عمر رضي الله عنه من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب فدل على أن العذر عفوا من غير حاجة نفط الحديث من غير حاجة فدل على أن الحاجة مبيحة ولكن الرجل متعبد بينه وبين الله عز وجل في الحاجة خاصة وقد تكون حاجة عامة إذن فقهاء أحمد عملوا به حديث من غسل ميتا من غسل ميتا فليغتسل عامل به فقهاء الحنابلة في موضعين فقالوا إن هذا الأمر يدل على الندب فقالوا إن تغسيل الميت يندب له الغسل وليس بواجب وإن قلنا إن دلات الأمر الوجوب مع أن عندنا أن دلات الأمر حقيقة في الوجوب والندب معا فنحمل أن من غسل ميتا فليغتسل على أنه فليتوضى وذلك قالوا إن من موجبات الوضوء تغسيل الميت إذن فقط فائدتان فائدة الأولى أن طبعا أشهر المذاهب الأربعة من غير نقص ولا قصور في غير المذاهب إعمالا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهب أحمد فلا يكاد يوجد عندهم حيث يقول لا نعمل به لابد أن يعملوا به ولكن يوجهونه بما يتوافق مع غيره كما أنهم من أقل المذاهب قولا بالنسخ إذن عرفنا من هذا أنه قولهم إنما هو قول أكثر التوجيه الثاني كيذلك ذكرناه باب الإجماع هل الإجماع يكون ناسخا أم لا أو ربما ستأتي هذه المسألة بعض الناس يتساهل فيقول الإجماع ناسخ ومراده بالإجماع ناسخ أنه كاشف لوجود دليل ناسخ ولكن لم ينقلن الناسخ فالإجماع بذاته لا ينسخ إذ الدليل لا بد أن ينسخه دليل مثله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها نأتي بخير منها أو مثلها فلا بد أن تكون في قوتها أو مثلها والإجماع ضعيف فلا ينسخ لا سنة ولا كتاب لكن قد يخفى علينا الدليل في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة ولكن يظهر لنا الحكم الحكم لا يخفى على الناس فيكون الإجماع كاشفا له مثل ما نقول إن قول الصحابي قد يكون الحديث لم يردنا مرفوعا وقول الصحابي له حكم مرفوع نفس الفكرة وقد قال الشيخ تقيي قال كنت أظن أن كل من قال إن الإجماع يكون ناسخا مراده أنه يكون كاشف لأن مآل هذا القول خطير فإن مآل القول بأن الإجماع ينسخ الأحاديث يؤدي إلى تعطيل الأحكام حتى وجدت كلاما للنظام يصرح بهذا المعنى وهذا يدلنا على أن بعض الذين يحكمون العقل قد يؤدي قولهم للوازم مخالف الأصل الدي بكليته وهذا خطير جدا يقول نظام وجدت له كلام كالصريحة مع أني كنت أتأول كلامه لكن وجد له كلاما صريحا في هذه المسألة آخر مسألة أخونا يقول هل تكلم الفقهاء عن الشخصية المعنوية في غير باب الوقف وبيت المال لا أهم مسألتين هم هذان الموضعان وهذه المسألة يعني تكلم عنها المعاصرون كثيرا والحقيقة أن من أجود من تكلم عنها شيخنا الشيخ مصطفى الزرقى عليه رحمة الله فقد أجاد في الكلام عنها كلاما جيدا ومن المعاصر من ينكرها وقد توفي وألف فيها كتابا ويقول أرن الشخصية المعنوية لأسلم عليها وألمسها بيدي فلا يوجد ولكن قاعدة الفقهاء في الذمة المالية عندما تكلموا عن الذمة تقتضي نفي ذلك لأنهم قالوا إن الذمة من شرطها الذمة قال صاحب الكشاف ومعنى الذمة صلاحية المرء للالتزام والإلزام فالالتزام أن يكون في ذمة همال والإلزام بأن تصح من التصرفات فالذمة عند قاعدتهم أن الذمة من شرطها الآدمية فيقول لا بد أن يكون الشخص آدميا والشخص الاعتباري ليس آدميا فنقول إنه قد جاءنا صورتان تأولنا فيهما فقلنا في الوقف فإن من أوقف على مسجد لم يوقف على آدمي لكن أجاب المذهب أنه يكون في ملك الموقوف عليهم لأن هنا ثلاث روايات المشهور الأولى أن الوقف يكون في ملك الموقوف عليهم الرواية الثانية أنه في ملك الله عز وجل الرواية الثالثة أنه يبقى في ملك الوقف والمعتمد الأولى فمن أوقف على مسجد فقد أوقف على المسلمين لأن المسلمين هم المنتفعون من المسجد وكذلك بيت المال معناه ملك عام للمسلمين والشخصية الاعتبارية أو المعنوية حقيقتها أن المساهمين فيها هم كالأجزاء والأعضاء في الشخص ففي هذه الحال يكون هم المالكين له وإن كانت الذمة منفصلة عن ذمتهم كانفصال ذمة بيت المال والوقف عن ذمة الموقوف عليهم فمن حيث المبدأ هو مقبول شرعا وأما الشرط فتقدم لك أنه ليس منفصل تماما الانفصال عن الآدمية والآن عمل الناس كلهم بلا خلاف عملي على الشخص الاعتباري كل الآن نصف نظام الشركات الآن يعني نظام الشركات الجديدة الرابع الشخصية الفرد الواحد أول كان عندنا شخصية أن الشركة المساهمة لا بد أن يكون عدد المسارمين فيها أظن ستين مدر مئة الآن نظام الشركات الفرد الواحد فتجعل لك ذمة منفصلة عن ذمتك الشخصية بشرط أن يعترف بها نظام الشركات فالآن الدنيا كلها قائمة على الشخصية المعنوية الغاؤها يعني تجعلك يعني تسبب حرج شديد جدا للناس وهذا القول متجه الاعتراف بشخصية الاعتبارية وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر